نأتسا صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت تيجرينش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين مشيرا إلى ثوبة الراصخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة لسيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شايع السوداني كما أعرب الرئيس السيسي عن حرس مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وأيضا إصراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين وفقا لاحتياجات الشعب العراقي وبما يعزز التكامل بين الجانبين ويحقق الأهداف التنموية المشتركة بالإضافة إلى مواصلة العمل في إطار ألية التعاون الثلاثي مع الأردن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة والحرصة على مواصلة التعاون المثمن والبناء في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة مواني أبوظبي محمد الشمسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول المناقشة أفاق التعاون المشترك مع مجموعة مواني أبوظبي لا سيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ حيث أعرى محمد الشمسي عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر في ظن ما تتمتع به مصر من مقاومات فريدة تجعلها مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً وصف الرئيس الأوكراني فلادمير زلينيسكي المعارك الدائرة بمدينة بخموت شرق أوكرانيا بالمؤلمة والصعبة وأشهد زلينيسكي بشجاعة الجنود الذين يقاطلون الجيش الروسي في شرق البلاد مشيراً إلى أن الحرب تسببت في خسائر فادحة وكانت هيئة الأركان العامة الأوكرانية قالت إن القرى الواقعة شمال وغرب بخموت تعرضت لهجوم عنيف مشيرة إلى أن قوات الروسية تحاول محاصرة القوات الأوكرانية في بخموت تنظم غدا النقابات الفرنسية تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد في قطاعات استراتيجية لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروعها الخاص برفع سن التقاعد ومن البلود الرئيسية في التعديل الذي يعتزم رئيس إمانويل ماكرون إقراره رفع سن التقاعد من 62 عاماً حالياً إلى 64 عاماً وهي النقطة التي ترتكز عليها الاحتجاجات ودفع مشروع القانون المطروح للبحث في مجلس الشيوخ ملايين الفرنسيين إلى النزول للشارع وأثار مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية الفرنسية اندلعت صدامة عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين أمام البرلمان في أثناء خلال تجمع احتجاجي بعد كارسة القطار في اليونال التي أودت بحياة 57 شخصاً وألقى متظاهرون زجاجات تاملوتوف في مرضة الشرطة بإلقاء قنابل لغاز مسيل الدموع وقنابل صوتية في وسط العاصمة اليونانية ومنذ اليوم التالي للحادث نذل يونانيون إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم متهمين السلطات بالإدمال وتدهر البنية التحتية للسكك الحديد تكشف الحكومة البريطانية ثلاثاء النقاب عن قانون جديد للحد من المهاجرين الذين يصلون إليها من أوروبا عبر القانال الإنجليزي وأوضحت مصادر بالحكومة البريطانية أن القانون الجديد المقترح يعني الحكمة بعدم قبول طلبات اللجوء التي يتقدم بها من يصلون على متن مراكب صغيرة وسيتم نقلهم إلى دولة ثالثة في أقرب وقت ممكن وزاد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الإنجليزي إلى أكثر من الضعف في العامين الماضيين وكانت معالجة هذه القضية واحدة من خمس أولويات رئيسية حددها في يناير الماضي رئيس الوزراء ريشي سوناك ختم مجاز التاسع وعدة المرة أخرى إلى مصطفى وجمانة لاستكمال باقي فقرة سبعة خلية مصر ترجمة نانسي قنقر